هلا وفيكم حقا جديدة من توب 10 أنوان حقا رح يكون ألعاب باعت بكذب تسويقي خلونا نبدأ في المركز العاشر معنا مشروع كنكت وبالذات لعبة ميلو جهاز الكنكت من مايكروسوفت كان يفترض تنزع عليه لعبة وتعتبر السيستم كيلر للجهاز يعني المفروض نتساعد على مبيعات الكنكت ومشروع ميلو تم إصداره من قبل بيتر مولينيكس في معرض مايكروسوفت في E3 2009 اللعبة يفترض أنها لعبة مغامرات قصصية والتحكم بيكون بشخصية طفل اسمه ميلو مع الكلب حقه اسمه كيت وكانت طريقتها أنك تتواصل مع الطفل من جهاز الكنكت وتتكلم معاه ويفهمك ويتفاعل حتى مع مشاعرك لو زعلان أو تبحك المشروع ما نزل وشكلها كانت حركة تسويقية من مايكروسوفت اللي بيع جهاز الكنكت حتى التقنية المستخدمة في اللعبة والذكاء الإصطناعي كان مشكوك فيه في المركز التاسع معنا لعبة لعبة الزومبي المنظور الأول من شركة ديب سيلفر تم استعرض أول إعلان بشكل رهيب وحتى لها اللحظة يمكن يعتبر من أرهب العلانات لكن تم تصير من اللعبة على أنها لعبة فيها قصة عن عائلة يذبحونها الزومبي وتم تسويقها بشكل ذكي لكن لمصدرت كانت لعبة شوتر كواب بنظام قتال سيء وتحكم أسوأ وحتى الماتش ميكينج كان تعيس اللعبة كانت ممتعة نوعا ما لكنها ممثل ما سوقوا لها وكاننا قصة هم شيء اللي هو القصة في المركز الثامن معنا لعبة واتش دوكس واتش دوكس جزء الأول من شركة يوبي سوفت طبعا شركة يوبي سوفت ما غيرها معرفين بأن في أول إعلان لألعابها لازم تخليك تشوف الجرافيكس الخارق وأحيانا شغلات كثيرة في اللعبة ما تكون حقيقية بس هذه اللعبة تعدت باقي الألعاب بمراحل في أول إعلان عنها كان في معرض E3 2012 وكانت بجرافيكس خارق وشيء ما هو طبيعي واللعبين كلهم تحمسوا حتى أن البعض كان يقول أنها تكون أحسن من GTA بس بعد أكثر من تأجيل ولو منزلت اللعبة انصدم اللاعبين فيها الجرافيكس كان فيه دونغريد أو قليل بشكل غير طبيعي من اللي شفناه في E3 وبعضهم اعتبرها خيانة من يوبي سوفت نفسها ولكن يوبي سوفت بعدين بررت السبب أنه ليش صار فيه دونغريد السبب لأنه وقت لما يسوون التريلر يستخدمون جهاز PC قوي المواصفات لكن لما يحاولون اللعبة إلى PS4 لازم يزوم من الجرافيكس عساس أن يسوونها ووعدوا أنه ما راح يسوون كذا مرة ثانية ودائما راح يورونك المنتج كما هو في الملقى السابع عندنا لعبة The Order 1886 لعبة The Order سوقوها على أنها لعبة أكشن بحت يعني مثل قريبة من ألعاب خنقول Gears of War ومو بس كذا الجرافيكس كان جدا شي مبهر والحماس اللي رونا أو حطونا فقط لقطات الحماس اللي موجودة في اللعبة في عرض The Order لكن لما انطلعت اللعبة وبدأنا نلعب فيها تفاجأنا أن اللعبة صايرة عبارة عن لقطات لكويك تايم إيفنس اللي هي أنت ما تسوي شيين بس قد ضغط أصدار في الشاشة ولعبك يسوي كل شي حتى لما ترقى سلم رازم تحطوا أيضا كويك تايم إيفنس وهذا الشي خلى كثير من اللعبين يضيقون واعتبروا نفسه منغشه باللعبة هذه مع أن قصتها كانت جيدة نوعة ما والغرافيك كانت شي مبهر لكن الجيم بلاي نفسه هو اللي خلى اللعبين يستاؤل في المركز السادس عندنا لعبة Aliens Colonial Marines آلا شركة سيغانا رح تطور لعبة Aliens جديدة لكن الكل كان متخوف وغير متحمس لأنه ما في أي لعبة Aliens ممتازة لكن بمجرد إعلان عننا المطور رح يكون Gearbox الكل تحمص طبعا Gearbox معرفين بسلسلة Borderlands وعشان كذا كل اللعبين تحمسوا في معرض E3 2011 استعرضوا اللعبة وكان الكلمة تحمس جدا وأبهروا الجماهير بس لما نزلت اللعبة كانت سيئة بمعنى الكلمة واكتشفوا أن أصلا Gearbox سلموا اللعبة لشركة ثانية تطورها وصار فيها Downgrade فضيع في الجرافيكس حتى شركة سيغا رفعت عليهم قضية الحركة هذه وكثير اعتبرها جريمة أن هذه اللعبة نزلت أصلا ومؤخرا اكتشفوا أنه كان فيها كود مكتوب غلط يعني السبلينغ حق الكود هذا كان غلط والكود هذا كان هو المسؤول عن الـ AI أو خنقول الذكاء الاصطناعي حق الـ Aliens فكانوا الـ Aliens مرة سهلين ومرة ما عندهم سالفة لكن واحد من الأشخاصها في الانترنت قدر أنه يصحح هذا الكود ويغير الكلام وفجأة صاروا الـ Aliens مرة أقوياء وصاروا الـ AI حقهم والذكاء الاصطناعي ارتفع بشكل غير طبيعي تقريبا 110% وهذا الشيء أدى إلى أن اللعبة صارت اللعب نوعا ما نسبيا في مركز الخامس عندنا لعبة Battlefield 3 في عام 2011 وبالتحديد في معرض E3 السوني تم إعلان عن Battlefield 3 بمحتوى حصري EA وعدت اللاعبين أن اللي يشتري نسخة بلاسين 3 راح يحصل على نسخة مجانية من لعبة Battlefield 1942 لكن وقت اصدار اللعبة في شهر أكتوبر في نفس السنة تفاجأ اللاعبين أنه ما فيه أي لعبة مجانية بعدها EA قالت راح نعطيكم محتويات حصرية للعبة كحصرية وموقتها بعد اصدار اللعبة بشهر شركة قونينية رفعوا عليهم قضية بسبب كذبهم وبعدها بفترة قصيرة نزلت الشركة اللعبة للعبين مجانية في المركز الرابع معنا لعبة داي كتانا جون ريميرو من المطورين المعرفين في عالم الألعاب وهو مصمم لعبة دوم وولفشتاين وكويك لستوديو اي دي سوفتور أو ايد سوفتور وكانت لعبة داي كتانا هي خلاصة خبراته حتى تم تسويقها بشكل كبير في وقتها وحتى مجالة تايم كانت تقول أي شيء يلمس المطور جون ريميرو يتحول للذهب وكان يتم تسويق على أنها لعبة شوتر مدموج فيها عناصر من أفلام الساموراي وخيال علمي ونظام قتال سريع حتى صدرت اللعبة وفلبت بشكل غير طبيعي وخسوا فيها النقاد واللاعبين لأنها كانت عكس كل التوقعات ويمكن تكون أسوأ لعبة شوتر في التاريخ في المركز الثالث عندنا لعبة The Division كعادة يوبي سوفت اللعبة تم استعراضها أول مرة في E3 2016 وكانت اللعبة مختلفة اللي غرفكس كان عالة بكثير والتحكم أفضل وطريقة تسويب غير حتى طريقة عرض القوائم والخريطة كان كل شيء مختلف ومنزلت اللعبة في 2016 انصدموا اللعبين بكمية اختلافات والتغييرات اللي صارت وكان لأن عرض في 2016 يفترض أن يكون الجزء الثاني لللعبة في المركز الثاني عندنا لعبة Mighty No.9 لعبة كي جي اونوفوني الرسام والمنتج لألعاب ميجامان في شركة كابكم حتى طلع منها في 2010 وأسج شركة كومسيت بدأ حمل لتطوير لعبة Mighty No.9 من خلال موقع كيكستارتر بهدف تجميع مبلغ 900 ألف دولار وكان الكل متعطش للعبة شبيهة للعبة ميجامان وحصل الأكثر من 4 مليون دولار وبعد وعود وتأجيلات كثيرة فجأة وقبل أن تنزل لعبة Mighty No.9 أعلن اللعبة ثانية باسم Red Ash بنفس فكرة Mighty No.9 لكنها فشلت في تجميع المبلغ المطلوب وانزلت اللعبة في سنة 2016 على كل أجهزة حتى مع نزول اللعبة كان في تخبطات في إرسال كواد اللعبة وما كان في تواصل أبدا بين المشترين ومطورين لإصلاح الخطاء واللعبة نفسها أصلا كانت كارثة واخذت تقييم سيئة المطور اعتذر واعتبرها خيبة أمل كبيرة في المركز أول معنا أتوقع كلكم بتوقعت أن لعبة هذه بتكون موجودة في القائمة No Man's Sky وهي تعتبر لعبة اللي قسمت ظهر البعير هذه اللعبة اللي تقريبا خلت الغالبية ما يتحمس كثير للعاب العلون عنها في معرض E3 المطور استعرض لعبة من خلال سنوات في أكثر من استعراض في أكثر من معرض E3 وكان يبين الجرافيكس اللعبة الرهيب والمحتويات اللي فيها ووعد أن كثير من الأمور مثل أنها ترح تكون لعبة عالم مفتوح خيال علمي وراح يكون فيها ملتي بلير بس طاعت لعبة عالم مفتوح وكرافتينج وما شفنا هذا الشيء أبدا وكانت ترضى تفعل اللاعبين قوية جدا حتى وصلت لتحديدات بالقتل والمطور ما رد على أي شيء من وقت تدور اللعبة وحتى نزول أول تحديث اللعبة واليوم واللعبة تنزلت تحديثات وفيها تحديث ضخم جاي خلال هالفترة راح يحط تطور للمتو بلير وراح يضيف أشياء جديدة لعبة يمكن تكون لعبة مقبولة لو عن ما والمضحك في الأمر أن ستيم أعطى الناس قابلية أنهم يقدرون يرجعون للعبة يكسبون يأخذون فلوسهم حتى بعد ما يمر عليك شهر اللعبة أو بأي وقت كانت تلعب فيها ترجحها وتأخذ فلوسك بوقتها وهذه كانت قائمتنا للعاب اللي غشتكم بإعلاناتها وغشتكم بوعودها قلونا نشراكم بالحلقة وعطونا إيش في الألعاب نسيناها أو الألعاب تعرفونها ما ذكرناها تحت في الكومنت وأيضاً أعطونا اقتراحات حقّة حلقات توب 10 ثانية ولا تنسون اللايك وأيضاً تشتركون بالقناة لو ما كنتم تشتركين بالقناة يعطيكم العافية كما معكم في هذه الشيحة مع السلام